وقف أحد الملحدين يوماً مع طفل فقال ذلك الملحد لهذا الطفل أنت مسلم قال نعم أنا مسلم فقال له ذلك الملحد يعني أنت مسلم تؤمن بوجود الله قال نعم أؤمن بوجود الله قال هل رأيته قال لا قال هل لمسته قال لا قال هل شممته قال لا قال هل سمعته قال لا قال هل ذقته قال لا قال إذن الله غير موجود دام أنك لا لمسته ولا سمعته ولا رأيته ولا ذقته ولا شممته حواسك الخمس لم يعني يقع تأثيرها على ربك معنى أنك أن الله غير موجود فقال له هذا الغلام وكان ذكيا قال لا طيب هل عندك عقل قال نعم قال هل ذقته قال لا قال هل لمسته قال لا قال هل شممته قال لا قال هل سمعته قال لا قال هل رأيته بعينك رأيت عقلك قال لا قال إذن أنت مجنون ليس عندك عقل قال بلى عندي عقل قال كيف عرفت أن عندك عقل قال عرفته بآثاره ما دام أنا كيف أفرق الآن يا جماعة كيف نفرق بين إنسان عاقل وإنسان مجنون لماذا نقول هذا لا عقل له وهذا ذكي لما ترى الآثار لما يأتي إنسان متقدم في السن يعني كبير في السن ومع ذلك يركض في الشارع عاريا أو مثلا يلعب مع الأطفال أو ربما لا ينتبه للسيارات عندما يريد أن يقطع الشارع من الطبيعة أن يقول الناس هذا لا عقل له كيف عرفوا أنه لا عقل له هل فتحوا جمجمة ونظروا إلى عقله كلا إنما لم يروا آثار العقل موجودة من الانضباط والاتزان والقدرة على التصرف نحو ذلك وبالتالي لما رأوا إنسانا مجنونا يعني لا عقل له عرفوا أنه لا عقل له لما لم يروا آثاره طيب السؤال كيف عرفت أن الله تعالى موجود بآثاره جل وعلا بآياته ومخلوقاته بالسماء والأرض والجبال بالمعجزات الباقية إلى اليوم بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا كل هذه الآثار التي نراها اليوم تدل فعلا أن ربنا جل وعلا موجود لذلك كثير من الملاحدة اليوم مع الأسف ينتهي بهم الأمر إذا لم يدخلوا في الإسلام ولم يقروا بوجود الملك العلام جل وعلا ينتهي بهم الأمر في الغالب إلى انتحار أو إلى وقوع في أنواع من المخدرات وغيرها حتى ينسى يعني اللخبطة التي موجودة في عقله ترجمة نانسي قنقر